مشاهدين الكرام أهلا بكم أطلت الديمقراطية اللبنانية مجددا بكامل عزمها فالبلاد مررت لاستحقاق المنتظر ثم بنت عليه لبنة في البرلمان وأخرى في القصر الحكومي النواب دخلوا المجلس سالمين غانمين وأعيد انتخاب الرئيس نبيه بري رجل الحاجة والضرورة وكلف الشيخ سعد الحريري حيث الإجماع والرغبة بالاستقرار ومن بين تلك العناصر بدت البلاد وكأنها تعوم على بحر من الحرية وتحت سماء من العدالة السرمدية هكذا بدت وما زالت ولو أنها حبلة بالكثير الكثير فهذه الأرض عالقة بين اتجاهات الأزمات وصراعات الأحلاف حتى يخالها المرء دوما على حافة الهاوية كما تنجرف رويدا رويدا وعلى لسان بي الكل الرئيس عون إلى الإفلاس الإفلاس فقط وليس أمرا آخر وما بين الأزمات والتهديدات سيل من فقر وفساد ونزوح ولجوء حتى إسرائيل ذاك الكيان الجاثم على صدر الأمة في فلسطين حيث القلب والوجدان لم توفر بيروت من الوعيد وعلى لسان وزير حربها وهكذا تتعقد فسيفساء التأزيم على وقع الحلحلة اللبنانية الداخلية ومعها تكثر الحاجة لبناء الجسور وردم الهوات وإقفال الفجوات وتكثر الحاجة أيضا للعابرين نحو غد أفضل لبنان ما بعد الانتخابات والتكليف والتأليف موضوع هذه الحلقة أعزاء المشاهدين وأحمل أسئلتي إلى صاحب اليد البيضاء أو يد بيروت تحديدا البيضاء كما يسميه محبوه العامل المناضل العصامي في دنيا السياسة منافس المحادل الأول في العاصمة اللبنانية والمنتصر في الانتخابات بعد حملة امتدت لعشرين عاما بما فيها من عمل اقتصادي واجتماعي وثقافي وحقوقي وسياسي هو السياسي من دون وراثة أو براشوت يشرفني أن أرحب برئيس حزب الحوار الوطني اللبناني سعادة النائب المنتخب المهندس الأستاذ فؤاد مخزومي مساء الخير مساء الخير وكل عام انت بخير أهلا وسهلا بحضرتك كل عام وانت بخير وألف مبروك أخيرا فؤاد مخزومي في الندوة البرلمانية يعني يبدو اللبنان اليوم وكأنه أتم أحد أهم المراحل أو بداية المراحل الديمقراطية سنتحدث عن قضية تأليف الحكومة في سياق هذه الحلقة لكن أود أن أنطلق منكم سعادة النائب يعني هل يمكن أن نقول بأن وصولك اليوم إلى المجلس النيابي هو نتيجة محمودة لعمل عقدين من الزمن أم يدل كذلك على زمن تراجع البيوتات السياسية التقليدية وكذلك تأثير القانون الانتخاب النسبي الجديد لا شك أنه العمل اللي اللي اشتغلنا فيه من سنة 96 لليوم بعتذر لأنه صوت إذا هذه من كثرة اللقاءات اسم الله المؤون مهنئين كسر ومحبيين كسر من 96 نحن نأمن أنه هالبلد لازم مشتل فيه تنبني قاعدة تكون مبنية على الشباب والشباب يلي منه عايز يكون متسلم ومتزلف للسياسيين موجودين بالبلد ده أنا قدر نعمل هالشي كان مفروض نمكن المواطن اللبناني ونمكن المجتمع من هون ابتدت عملية مؤسسة مخزومة طبعاً بال 96 ما كان في عنا مؤسسة المخزومة الخيرية طبعاً لو نحن من سنة 96 ما كان عنا طموحات سياسياً انتخابية أو نيابية بس اعتبرنا أنه يلي منا نجح بالخارج مفروض بالحد الأدنى يجي يساعد بيئته ومجتمعه ومدينته حتى توصل تنطلع من هالمرحلة الصعبة اللي رأنا فيها من سنة 75 لسنة 89 لانتفاق الطائق رجعت ب 92 عالبلد وشفت أنه قداش فيه فراغ بكل الخدمات الاجتماعية ثاني شي نحنا مثل ما بنعرف أنه لبنان إذا بنا نحضره للاقتصاد الرقمي درجة الإيقانومية اللي هلا مرئين فيه ما معقول يكون نحن شبابنا ما فيهن لا ما فيهن تعليم تقنيات ما فيهن ما فيه عملية تعليم الصوفتوير والآيتي ابتدينا من هالفكرة الصغيرة وانطورنا وشفتنا بالآخر المتطلباته أنه لازم يكون فيه تدريب مهني صفة بدنا قروض صغيرة صفة فيه مشروع تنموي متكامل اليوم نحنا صرنا مخرجين من معاهدنا مئة وستين ألف لبناني مصدرين فوق السبعمائة ألف الشادي بس عم بحكي مئة وستين ألف لبناني مستفيد بكل المجالات الموجودة فيها بالنسبة لمشروع الكروضة الصغيرة كمان اتدعينا بمشروع الكروضة الصغيرة اليوم في عشر ثلاث سيلفي انعطيت ومعظمها ترجم بمؤسسات صغيرة يلي فيها بين الأربع وخمسة أشخاص نفس الشي بالنسبة لموضوع الطبيبي نحنا بنعتبر أنه ستين لخمسة وستين بالمئة من دخل المواطن اللبناني بيروح عشان وفتان والطبيبي وهو الشغل تاني اللي ادعاف نحنا عنا بلبنان بقفتنا بموضوع كمان التطوير الخدمات الطبية في عنا فوق سبعمائة ألف خدمة يصنع عندينا طبعا بالانتخابات كان فيه انتقاد نلاحظنا ما تفضلت وذاكرت كله ببناء الإنسان ببناء الشباب وليس بتوسيع أعمالكم الكبير يعني اللي هي بالخارج لبنان اللي عملتوا بالعكس ووجمتم عليه نحنا شوفي نحنا بلبنان بس نحنا أكبر مجموعة أنابيب بالعالم من اندونيسيا لأمريكا بلبنان نحنا كان عنا مصانع بعكار وطبعا الحكومي لأنه بتدخل السياسي بالاقتصاد بعد 17 سنة وألف وظيفة في بعكار طريني أسكد 2010 لكن اليوم انا اهتمام لبنان هو تنموي وتمكين المواطن مش عندي مصالح اقتصادية بالبلد لأنه نحنا عنا شركاتنا اللي هي شركة أمن المستهبل في ألف الموظف في عنا المؤسسات تبعا بس معظم شغلنا نحنا وكل شغلنا فعليا لا يتعامل مع الدولة لأنه نحنا من اعتبر الفساد ضارب الدولة لا يمكن أنه نحنا ينسم علينا أنه عنا عقود مع الدولة من هون بدأينا بعملية تمكين المواطن اللبناني وهذا اللي يصلنا فيه وهذا اللي هاجمون عليه أنه نحنا أنه ندعي بأنه بالفعل أنه موجود هالكلام مرفوض له نحنا بتاريخ لبنان من سنة 92 لليوم الشخص يلي بالآخر بدنا دايما التاريخ يتذكروا أنه كان شخصي أكبر من لبنان هو الله يرحمه الرئيس الحريري يلي عملوا ودرب ألفات العالم بعده ما فيه إلا أنا اللي عملها يعني أنا بستغرب أنه كل هالمرشحين يلي كانوا ضبنا كانوا عم يزيدوا علينا وأنا سؤالي دايما كان لأيه أنا شو عملت فسروا لي أنتو شو عملتوا بس بمرحلة معينة هالمعركة اللي صارت فيها تشخصنت لدرجة يلي نحنا ما معودين ببيروت بثاقفتنا وبحضرتنا ببيروت نوصل له المستوى يلي بعض مرشحين أسطولا بس هذي صارت وراءنا أصبحت وراءكم بدي أحكي فيها بس بدي أنا أول بالقانون الانتخاب اللي صار يعني حضرتك أستاذ فؤاد بلقاءاتنا السابقة يعني بالألفين وستعاش قلت لبناء الدولي أول واجبات الرئيس الجديد وكنا بوقتها بفترة فراغ رئاسي أنه يقوم بيعني إقرار العمل لإقرار قانون انتخابي جديد وحضرتك كنت معا نسبية ولكن على أساس لبنان دائرة واحدة لأنه قلت إذا يعني بدنا نتمثل مثل لبنان وليس بدنا نمثل مناطق وشوارع هذا كان كلامك حرفيا يوم بهذا القانون الجديد القانون النسبي لكن لم يكن لبنان دائرة واحدة برأيكم كنت راضين عن هذا القانون والثغرات اللي كانت موجودة فيه البعض سماه قانون هاجين كان بإمكان لائحة لبنان حرزان لائحتكم في بيروت أن تحقق أكثر لو كانت تمثيل النسب الحقيقي أنا بأعتقد القانون النسبي الحقيقي هو يلي فعليا في يعطي الحجم الطبيعي للأشخاص هيدا مثل ما قلت تفضلتك هو النظام أكتري التأهيل على أكتري بس التصويت بالدائرة الفردية يعني بالنصبوت للي كان الصوت التفضيلي فعليا هذا اللي كان موجود فيها طبعا هالقانون يلي كان كل العالم محب بدون يحافظوا على قانون غازي كنعان يلي طلع سنة الألفين وعيد استعماله ألفين وخمسة ويلي عاد سياغدوا بطريقة أسوأ بانتخابات بالألف وتسعة بعد الدوحة بعد نصار الاحتلال بيروت هيدا كل آياته أكيد عطت مجال للمواطن لبناني يختار يلي بدويه هلا أكيد انتقال من يلي كنا موجود فيه لليون خطه إيجابية بس ما هيدا هو يلي نحن حابين موصله فيه لأنه إذا اليوم بدأ نطلع من المذهبية والطاقف الطائفية والشي اللي تفضلت فيه أنك ما تكوني محصورة بكم شارع ولا بشأفي من بيروت أو بشأفي من المتن أو بشأفي من الشمال مفروض تكون على الدوائر الكبيرة على العمل للوصول للبنان دائرة واحدة من هون يصفل كل المجبورين يحكوا نفس اللغة يكون عنده برنامج سياسي واحد لأنه بمعزل مين ما بيفوز بهال من اللائحة يلي حتكون موجودة مفروض يتمنى برنامج اللائحة المطروح فيها يلي صارت فيها طبعا نحنا قبل الانتخابات كان كل استطلاعات الرأي عم تعطينا بين اثنين وثلاثة يعني حاصلين انتخابي بلاس ونحنا حسن المعلومات اللي كانت معنا لما تسكنت سندوق الاختراع نحنا كنا عنا فوق 22 ألف صوت جابين الحاصل يعني لما بينزل الحاصل للـ 11 يعني انت بضينا عنديك حاصلين انتخابي يعني عندك نادي يعني دائما مضمونين أكيد دائما مضمونين لسبب ما بلشنا نشوفه مندبينا بمراكز الفرز في سندوق وصلت الساعة أربعة صبح ستة صبح طب غريب إذا نحنا شكلنا الانتخاب الساعة سبعة شو هالسندوق يعني انتكارك السنديق عنا بأقلام أكثر أقلام فيه 300 أربعمائة صوت يعني ما فيها الأرقام الكبيرة بقتها تاخد عشر ساعات يعني هالسندوق برم بيروت كل يتا تقريبا حتى عارفوا كيف يوصلوا على مراكز الفرز تلميحون إلى أنه تشكون حصل عملية تزميمة في نتائج بلقص طبعا مئة بالمئة طبعا لأنه نحنا اليوم لما منشوف في عنا نحنا بالتوثيق انه رؤسا بأقلام كانت عم توجه الناخب وخاصة يلي منهم تعلمين ما يسألوا أين اللايحة الحمراء يعني اللايحة لبنان حرزان قالوا نا صوت يا هاي تقولوا مساد رؤونها أزرق يعني هيها من وقت موثقة بعدها في كثير عند الفرز لما تكون اللواحة إلى علاقة باللواحة الثانية لو كانت طالعة خارج هالمربع إنه عملية الشحطة تنقبل نحنا عنا تلغان كان فيه تركيز عليكم هلو كان استمرار للحملة الكبيرة التي شنت عليكم بفترة قبل الانتخابات يعني شفنا خصومكم يحاولوا محاصرتكم مواجهتكم شائعات كثيرة سرت على فؤاد المخزومي حلويتها إنه أهل بيروت ما صدقوه كنت رأيه هذه بيروت ما صدقوه يعني أنت اليوم برأيك ارتدت سلبا يعني مثل شوفي أهل بيروت أنا هذه المعركة نفسها حرفيا كأنه بعض جرائد في منها لبعض مسؤولين بالدولة لمحطات التلفزيون لكتب طلعت إذا منطلع سنة 2000 لما ترشحت سنة 2000 نفس الحملة كأنه فتحوا الكتاب بعد 18 سنة واستعملوها الفرق الوحيد أنه نفس الحملة يلي استعملت ضد شهيد رفيق الحريري من قبل السورية النظام السوري من الأجهزة الأمنية في بيروت سنة 2000 استعملت نفس الأجهزة الأمنية استعملتها ضدها ما تعلموا أنه بيروت وقفت مع الرئيس الحريري سنة 2000 ضد الحملة هون ما حملوها نحنا كانوا مفروض يطلع معنا على القليلة بعد واحد على الأقل واحد يعني يلي صارت فيها أرقامنا نزلت يعني اليوم عادة لما بيكون فيه سنة ديئة ملاقوها آخر ديئة بيطلع العدد الإجمالي نحنا طلع العدد الإجمالي ونحنا نسلوا أرقامنا كأنه فيه شجورج ومحل المال من نتيجة هيدا الانتخابات عطت فعليا الأحجام الطبيعية بمعزل فيه التصوير وأنا مجرد فيه التصوير اليوم صار فيه أحجام طبيعية انفرزت فيه نحنا بما أنه كنا لائحة أنت فيك تطعني بالشخص يلي فاز قدامك طيب مين يفاز أمام أحدكم أنا اليوم يلي عنا نحنا كنا عشر أشخاص كان فيه درزي في عنا زينة بس اللي لإجاب المكان يلي أخذ المكان الثاني يلي اليوم يلي صار فيها في عنا نديب أسطح مع المقب الإنجيلي جاب سبعمائة شخص عطوا عمكات بالعادل الإفادات أنه نحنا صوتنا طيب نعم فرزونه مئة وستة يعني هيدا هيدا هول يلي قدر يشوفهم هلأ فيه أرقام تاني جاي بس يلي عمقول فيها لسوء الحظ كونه وزارة الداخلية كان طرف بها المعركة والوزير شخصيا كان طرف بها المعركة أنا مني شايف أنه لا هيسمحولنا نطعم بالفعل لأنه قال وزير الداخلية أي طعم مبني على معلومات غير الرسمية لا تعترف فيها ثم هي بشرتنا مع المعلومات الرسمية تتادي فكرة بس حتى نسكر هالموضوع مرتان باللجنة الفرسية اللي صارت تحت بالفوروغر مرتان كانوا محامين تابعونا بما فيهم إختي لينا كانت موجودة تحت هنا مرتان اخرجوا من الهون على أساس أنه انقطعت الكهرباء خمسة واربين ديار وبهالوقت كانوا يعملوا داتا انتري بعضهم موجودين لا رقابلش هون وبالقوة يعني جبروا هون يظهروا بس بيجيك بيكتوب كيف عم تسألك الحملة إذا تدعي لك سلبا بيكتوب أنور خاج بيقول أنه الوزير عم تذكر وزير الداخلية الوزير المشنوق هو لاحظنا كانت المعركة مشنه بك تحديدا بالوزير المشنوق لا يمزع له بيقول انتهت ورقته حرق المراحل بتقييمه لأهل البيروت بين أوباش وازدرائه وعن جهيته وكلامه المشين في تقييم المرشحين الخطاب هيدا ما قبلوا أهل بيروت كل شي بنقول الله يساعده الله يسامحه نحن أهل بيروت ما تعودنا على هالطريقة فينا نختلف مع بعضنا بس نحن ما تعودنا على هالطريقة على كل حال حسن ما فهمت انه ملاح نشوفه بالوزارة بحسب توجيهات الرئيس الحريري وبعتد كان الخيار الصح لانه هاي مرحلة لازم يطويها الرئيس الحريري رئيس الحريري عم يقول هو مكان الوطرف بهذا الموضوع طبعا نحن طب معقول كان بدون علمه أنا بالنسبة لي كيف بدون علمه مع الوسائل الإعلام أنا يلي بعرفه انه يلي كان عم يهاجبني أولا كان نهاد المشنون إذا كان رئيس الحريري عم يقول انه هاي دي معركة نهاد المشنون لقد نحن بدنا نرضى المبعرش كان داخل البيت من فيه تعليمات وهي تعليمات نحن بمرحلة اليوم طلعتنا من الانتخابات طلعت من الانتخابات بس الناس عندها أسئلة انه الاستاذ فؤاد مخزومي ساعد النائب دايما كان عندكم انتقاد في هجوم عليكم عشرين سنة عم تشتغلوا شو ما قدمتوا كان فيه هجوم وكنت ضد ما يسمى بالحريري السياسي وهجوم يعني كان كتير أو يشكك حتى يعني بأخلاقياتكم وبعملكم ففور انتهاء النتائج يعني صدور نتائج الانتخابات بدرتم أنتم إلى الاتصال بالرئيس سعاد الحريري ورئيس تمام سلام هنأتموهما على النجاح وحتى لما التقيت بالرئيس الحريري وكل تصريحاتك حتى هذه اللحظة تقول نحن مادين اليد للتعاون فالناس نستغر به وبتسأل كمان انه ليش وليش ببيروت بالأساس ما عملتوا لائحة استاذ فؤاد لو بدكن فعلا انتم كمعارضين واتبقوا هذا الكلام لتدخلوا روح جديدة ورؤية جديدة كان بإمكانكم التحالف إما مثلا مع حركة أمل حزب الله والأحباش وإما مع أشخاص شخصيات مستقلة كالأستاذ صلاح السلام لماذا لم تقوموا بذلك؟ بالنسبة لي الخيارات اللي كانت بيروت مزعوجة منها هي التحالف اللي كان موجود من 2016 بين طيار المستقبل وحزب الله يلي أفرز عنه انتخاب وتسد الفراغ تبع رئيسة الجمهورية نحن أهل بيروت إذا بتتذكري دائما في كان كلام أين هو الوظائف لبيروت شو هي خدمات بيروت أهل بيروت صنفوا ساكنين بره مستشفيات بيروت ما فيه خدمة لكن هالجو هالتوافقية اللي كان عطى نوع من الإحباط عند أهل بيروت ونحكى فيه علن حتى أنا السن الماضي مثل هالوقت برمضان بإفطار خارجي المقاصد لما كانوا عم يكرموني قلت أنا أنه نتمنى على الوزير المشنوب وعلى دولة الرئيس الحريري نحن اليوم العاصمة تماري بالمئة فقط من أهلها ساكنين فيها ولما عم يطلعوا أهلها من خارجها ما قلوا المحل بالبلديات اللي هني ساكنين فيها ساكنين بيعرمونه وبشامونه نتابعوا على بلاديت شويفان لخن فعليا هني غير ممثلين هني ولسبب منسيين من السياسيين تبقولنا هون إذا نحن نتطلع من 2005 إلى 2018 نقدر نقول 92 إلى 2005 كان هناك المرحلات الوجود السوري بس بنفس الوقت كان في شخص كبير اسمه رئيس الحريري لما أنت بتطلع على شخصين النظام السوري والرئيس الحريري كان فيه نوع التوازن بالبلد بعد استشاد الرئيس الحريري وصفف فيه عندك كلها السياسيين للإشوتي تتلوا فراغ محلوا للرئيس الحريري ما قدروا يقفوا بوش حزب الله لخن صفف فيه عدم توازن بالبلد اليوم إذا نحن منشوف لما بيكون فيه توافق باد ديان المستقبل الحزب الله منلاقي بالآخر كلهم بيبوسوا بعضهم والمشاريع بتترسى بسرعة قريبة ولما بيصعرهم بعضهم بيحردوا ليبهم ببارد داخل نحن بأهل بيروت عم نقول كافينا من 92 إلى 2005 كنا اللوم النظام السوري من 2005 إلى 2018 لا يمكن أن تلومي أي شخص من خارج أراضي لبنانية كان القرار داخلي بإمتياز لكن اليوم الزعمات السنية التي كانت حاكمة بيروت فعليا عملت تنازلات لمصلحة حزب الله لأنه اليوم من 2005 إلى 2018 الحليف الأساسي لحزب الله هو طير مستابع بالحكومات بالانتخابات بالنقبات كلا يتوا موجودة فيها لكن اليوم هالجو هيدا خلق هالنوع من الإحبار أهل بيروت بدهم وجه جديد يقول نحن نرفض هالمعادلات الموجودة لأنه أهل بيروت مننا مستفيدة منها لكن اليوم مننا عملية بالآخر أنا بدي أعمل تحالف ولا لا كيفية أعمل تحالف مع الحريري كيفية أعمل تحالف مع حزب الله بس بالنتيجة هالتحالفات الموجودين ما عطت الأهل بيروت تمنياته وأمنياته من هون أخدنا الرغمات تقدر مكفقة أنا مكفقة أنا مستقلة أنا مني بأي نوع أعمل لازلت مستقلة يعني لن نحن إذا قلنا اليوم شوف بكل بلاد العالم لما يكونوا في اثنين عم يتبيروا على انتخابات الخاسر ولا الرابح بيهنوا بعضهم يعني هذا الروح الديمقراطية نحن عنا الانتخابات متظلة بعد مئة سنة بعد الانتخابات وبيذكروا بعضهم فيها نحن لن ننسى الخطائية اللي صار معنا لأنه بالآخر كانت وصلت لمرحلة من السوق التعامل ياللي نحن ما تعودنا لها بيروت بس أهل بيروت من التخبوني تعمل مشكل مع وزير الداخلية أو مع حدا أهل بيروت التخبوني تأخذ قضيتهم هالعقد اللي أنا أعلنته مع أهلنا أنه بدي أمشي فيه مجبور فيه يروح دافع عنه وطرحتوا أمام رئيس الحكومة بعد تسجيلتهم واليوم إذا نرى الرئيس الحريري يطلع مع كتلي ونحن طالعه مستقلية واجبي أنه ميد اليد لاللي عنده الكتلي الأكبر تنتفى على تنفيذ هذه المشاريع ليس حتى يشاريك وشعرت خلال اللقاء والطرح الذي أحدثته أدامه من دولة الرئيس سعد الحريري أنه هناك تلقف لهذه الإيجابية من قبل لو لم ترى تلقف ما قد تحدثته هذا على الألم تعرفيني ما كثير يعني أنا بسير بس يلي فرجه أنه فعلياً مستعد وقال حرفياً نحن مستعدين نشهل نحن وياك على أي مشروع اللقاء بيروت حتى يبرهن العكس اليوم من تبني شيء لمستقبل بيروت ومصلحة بيروت صعب لأنه بديك تتخطى كل الماضية اللي صار فيه نحن مستعدين نميد اليد إذا اليوم الرئيس الحريري مثل ما وعد أنه فيه تغيير ومثل ما قال أنه بالآخر سيغير كل الفرقية اللي دير من داره والبطانية اللي معه كل هالكلام اللي عم نسمعه وإذا مبدئياً سيجيب أشخاص كفؤين حتى بالآخر غيره نحن مديني ليده لأيه إذا فيه حالة أهلا المعارضة دائماً موجودة بيسألك علاء الحاج بيقولك هل سعدتك بالطالب بحقيبة وزارية؟ أنا تخبني البيروتي تخبني كنائب ما تخبني كوزير لكن أنا بدي أول شي مارس هالحق والتكليف اللي يعطيني بالنيابة قبل ما بالآخر روح فتش على وزارة هل عم بيصير لقاءات يعني في أفرز للانتخابات خارج إطار ديار المستقبل في عشر نواب سنة بيرزين هل عم بيصير لقاءات أو تنسيق ما بينكم للمطالبة مثلاً بحقائب وزارية؟ إذا ما نأخذ القاعد اللي هلأ عم تعتمد عم بيقوله لكل أربع نواب وزير أنتوا عشنا يتلعلكون وزيرين بالحد الأدنى وزير أنا اليوم بالنسبة لي أنا برشح عن بيروت وهذا أنا لحظت خطابك بس عفوا نهي القضية برشح عن بيروت لأسف هيدا الانتخابات أفرزت أنه هالنام يعني بدل ما تحكي مثل ما حضرتك كنت تقول بصيلة لبنان عم تحكي كل وقت عن بيروت اليوم أنا نازل طالع عن بيروت حتى بالآخر حافظ على حقوق بيروت لا يوجد تفرغ للحقوق اللبنانية بالكامل لأن كل منطقة لديها نوابة لكننا اليوم نريد أن نشتغل على مصلحة بيروت وهذا يجبرنا نتعاطى كل المنتخبين من أهل بيروت لأنه واحد لواحده يجوز لا يوصل البرنامج بالكامل لكن كلما يكبر الدائرة كلما يكون لدينا إمكانية للعمل مع بعضنا إذا اليوم نحن قرر الرئيس الحريري يوفي بياللي قالنا إيه بالاستشارات أنه فعلياً يريد أن يتمنى هالمشاريع كلها تطرحناها ونمشي فيها نحن مادين إيدنا لإله في حالة شفنا أنه في رجوع للماضي لا بالنسبة لأن المعارضة موجودة واليوم هالمطاليب اللي شمعناها بالاستشارات يعني إذا تطلع في اللحظة تلا أربعة وارمية خمس وارمية واحد يعمل وزير أعرفت كيف؟ أكيد ما سيكونوا كلهم بالوزارة لكن على الحالتين ستهر هذه المكونات الموجودة سيكون هناك مجموعة بالمعارضة لماذا اليوم نحن مستعدين؟ لكن تبنونا شيء يعني فيه تنسيق أو تشاور ما بينكم يعني مع ترابلوس الرئيس ميقاتي والنائب الوزير فيصل كرامي الوزير عبد الرحيم امراد كلهم بصيدة الأستاذ أسامة سعد كل النواب على اللبنان نرجع لنا أؤذيك على الأقل لكن أنت اليوم كل واحد عم يشتغل على منطوط لأنه أنت لما بدي وزروك أنت بوزروك كأبن بيروت وأنت بوزروك كأبن جنوب ما حيوزروا إبن بيروت عن ترابلوس أنت نحكي بكل صراحة لكن الوزارات لا ما فيه في حقائب هي التأسيمات هيك بتصير إنه بيروت شو طالعنا أو الصيدة شو طالعنا أو ترابلوس شو طالعنا لو ما على الغرب شو طالعنا أو الكسروية شو طالعنا أو المسعية شو طالعنا لازم عم نعلم أشي على الوطن العربي هذا الواقع لكن اليوم أنا ما حتنى على دعي وزارة لأنه بالآخر إلا أني من بيروت لكن نحن اليوم أهل بيروت انت خبوني تكون نائب عن بيروت مش أكون وزير عم والله أنا شايفي باش عمير تركز على الوزارة بعد رئاسة الحكومة بس ربما أنت نحن لواقعية سياسية اللي بتحكم بفكر ونهج للاستاذ فؤاد مخزومة لهذا السبب نحن قبل الفاصل بدي أسألك بعض السؤال مدخل للتاني يعني شفنا كله كان بسرعة وهيدا شيء ربما إيجابي لاستشارات الملزمة عن فخامة الرئيس الجمهورية لتسمية الرئيس صارت بيوم واحد استشارات للتأليف كمان بيوم واحد هل هذا مؤشر لدى ساعاتك أنه ستبصر الحكومة النور وتكون كما يعني يتمنى دولة الرئيس تبريئة العيدية لللبنانيين على عيد الفطر أم بتتوافق معما كتبته صحيفة النهار أنه في عن مصادر غربي تخوف من أنه قد تتأخر تشكيل الحكومة بين ثلاثة إلى ستة أشهر أول شيء البلد ما بيتحمد ستة أشهر يعني بتمنى أنه مين مع محلت يعرف أنه الوضن الاقتصادي سيء رئيس الجمهورية بيقول بلد الفلس يعني هذا التعبير يليس عمر رئيس الجمهورية وإذا منطلع اليوم عملنا آخر سواف بخمسة فاصلة خمسة مليار دولار باليورو بونز بالنسبة عادية لسبب واحد تنكفي الدولارات التي عايزتها وزارة المالية تتصرف نحن ستكون بالصورة السواف يلي نعمل نحن ما كنا موافقين عليه بس بنفس الوقت نحن منستورد عشرين مليار دولار بالسنة يعني مبدئيا كل دولارات تروح تنشرب داعة بشكل تنخلي طريقة معيشتنا ليس حتى ننمي اقتصادنا المعادلة اليوم موجودة فيها في 2005 كان عندنا 40 مليار دولار اليوم 80 مليار دولار فعليا عندك 138 مليار دولار لأنه اليوم هو اللي الدولي ما اعترف فيه هون بس في عندك الكلفة تبعة الكهرباء اللي حطوها هلأ كسيلفي ما أنت تملكيها ما في كون سيلفي هذه بنات تدفعيها لو تطلع على صندوق دمان الاجتماعي لو تطلع على المستشفيات كل هالمواضيع كلها وبعدنا 138 مليار دولار أنت عندك 9.5 مليار دولار سنويا خدمة دين العام بتزيد عليها فاتورة المعاشيات اللي هلأ ونحن سلسلة الرتب اللي غير سلسلة الرتب اليوم 2005 كان فاتور سلسلة الرتب والرواتب كلها تبع الدولة مليار دولار اليوم مليار وتسمائة مليون دولار اقتصادنا نازل ونحن نعيش بمحبوحة لأنه السياسي تدقها بالاقتصاد وبعدين سلسلة الرتب والرواتب يلي مرئة آخر شي هي عملية بونس لما وصفين الدولة ينتقبوا معالبينهم بالدولة هون بدنا نفتحها بالسكشن الثاني تبعي بس لا العملية من بها الشكل موجود فيها أنا اللي عمقول فيه إذا هون بس حبان لا الوضع ما بيسوى مثل ما نحن ماشيين فيه وهون أنا شايف نحن لازم نعجل بالوزارة مش مشان لحتى نريحهم للسياسيين لحتى نعطي صورة إنه قادرين نبني مع المجلس النوال مرحلة جديدة لنعطي نوع من الاستقرار غير هاد أنا بشوف الأوضاع الاقليمية جابرة هالكوى الأساسيين يعني حزب الله، طيار المستقبل وطيار الوطن الحر إنه يعجله لأنه خايفانين إذا الأمور تعقذت وجوه ما تشكل الحكومة تحديات إذن إقليمية وتحديات داخلية جمّة طفر التشكيل للحكومة ما هي العقد المتمثلة يعني بعدم إمكانية تشكيل الحكومة في فترة سريعة بعد الفاصل أعزائي المشاهدين بقوة